جاء في صيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح ديبية لما قال لعلي رضي الله عنه أكتب هذا ما قاض به محمد رسول الله فقال سهيل قف لو كنت رسول الله ما حربناك ولكن أكتب محمد ابن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انفهأ فقال لا وهو لم يتوانى رضي الله عنه في تنفيذ الأمر لكنه علم بقينة الحال أن هذا ليس على سبيل الإلزام قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وهو لا يحسن الكتابة فكتب محمد ابن عبد الله ومن هذا الخبر رأى أبو الوليد الباجي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الكتابة فيما بعد فقام عليه علماء الأندلس ورموه بالزندقة فاستدعاه الأمير ومن معه فقال معي الدليل فقال ما هو قال قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك قال من قبله فلما أوتي القرآن تعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون في ذلك حجة للمعالك فتبعه جماعة من العلماء واستدلوا بأدلة فالدليل الأول الآية الدليل الثاني ما جاء في صحيح البخاري أنه أخذ الكتاب وهو لا يحسن الكتابة فكتب هذا ما قاض به محمد ابن عبد الله الدليل الثالث ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ماد حتى قرأ وكتب الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب لعيينة وإن أقرأ فقال عيينة لا أأخذ كتابا ككتاب المتلمس لا يدري ما فيه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في الكتاب فقال عليه الصلاة والسلام قد كتب لك ما أمر لك الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية حرف القلمة وأقم الباء وفرق السينة ولا تعور الميمة وقال في حديث آخر والسادث قال ولا تمد بسم الله الدليل السابع قوله عليه الصلاة والسلام ضع القلمة عند أذنك فإنه أذكر لك فهذه أدلة من قال لأنه كتب هم يقولون تعلم أصولا الكتابة بذكره للقلم عند الأذن فإنه أذكر لك أما الجمهور فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ويستدلون على ذلك بالآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وليس فيه دلالة على أنه سيعلم أو سيتعلم الكتابة والقراءة فيما بعد فالآية فيها إخبار عما سبق أما ما جاء في صيح البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بدليل أنه قال لعلي رضي الله عنه أرني إياها فأراه إياها فكتب فيكون النبي عليه الصلاة والسلام غير عالم بالقراءة إلى الكتابة وإلا لما قال لعلي أرني إياها ولم احتاج إلى أن يقول لعلي أرني إياها والدائل الآخر على أنه لم يكتب في صلح الحديبية أنه كما جاء في حديث المسور التنصيص على أن الكاتب الوحيد في صلح الحديب هو علي فما أجمل في رواية فسر في رواية أخرى الدائل الثالث الذي يعبد أنه لم يكتب في صلح الحديبية أن معنى كتب يعني أمر بالكتابة كما جاء في أحاديث كتب إلى قيصر كتب إلى كسرة فيكون كتب يعني أمر بالكتابة وأما ما استدل به من أحاديث فكلها ضعيفة كما أفاد بن حجر رحمه الله وعلى افتراض وهذا رأي الجمهور على افتراض أنه كتب من باب التنسل ومن باب الأخذ بالظاهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرت يده بالكتابة لأن الأمية قد يعلم سورة الكلمة فيكتبها كما هي ولسيما الأسماء وبذلك لا يخرج عن كونه أمية ثم لو كتب حقيقة دون النجوه إلى القول بكتابته للكلمة على صورتها فإن هذا الأمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة وهذه معجزة ولا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم عالم بالقراءة أو الكتابة